في الوقت الذي لم تتأكد فيه مشاركة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لمؤتمر برلين بشأن ليبيا دعت الخارجية الألمانية اللاعبين الدوليين كافة إلى الدفع من أجل إحراز تقدم في محادثات السلام الليبية المقرر انطلاقها في العاصمة الألمانية يوم الأحد المقبل الخارجية الألمانية أوضحت أن أهدف مؤتمر برلين أوسع وأشمل من محادثات موسكو الأخيرة التي سعت إلى تثبيت وقف إطلاق النار ورغم إحجام الخارجية الألمانية عن إعلان قائمة محددة بالمشاركين في مؤتمر برلين إلا أنها أشارت إلى أن الدعوات وجدت أصداء جيدة لدى المدعوين وعلى رأسهم المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج ويحضر المؤتمر ممثلون عن دول عدة منها روسيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا ومصر والإمارات والجزائر تحت إشراف الأمم المتحدة في محاولة لإيجاد حل للأزمة الليبية والحيلول دون أي تدخل خارجي في ليبيا يأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح على أن تركيا انتهكت السيادة الليبية بإرسالها قوات لدعم حكومة الوفاق مطالبا برد عربي قوي على التدخل التركي في الشأن الداخلي الليبي تطورات العوضاء